بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد لا يزال حديثنا متواصلا حول أن نتعرف على الله في القرآن الكريم وقد ذكرنا يوم أمس التعرف على الله جل وعلا في كتابه سبحانه وتعالى بما ذكر فيه جل وعلا من أسماء حسنى وصفات علاء ومما تعرف الله عز وجل به إلى خلقه في كتابه ما ذكره من أحكام شريعته فهي أحكام غاية في الدقة والضبط شملت ما يتعلق بجميع مناحي الحياة فهي شاملة لجميع مناحي الحياة وعامة لجميع الناس بيّن جل وعلا فيها ما يتعلق بدين الناس ودنياهم بيّن أحكام الأحكام التي تتعلق بالنفس ودواخلها وما يتعلق بالظاهر وما يتعلق به شملت ما يتعلق بالمعاملات الناس فيما هو من ضرورات حياتهم أو حاجياتهم أو مكملاتها وتحسيناتها شملت ما يتعلق بالأخلاق والآداب والسلوك تعرف على الله في القرآن الكريم بما ذكره من شريعته حيث ذكر في شريعته ما يتعلق بمصالح العباد ومنافعهم فما كان فيه المصالح والمنافع أو كان الجانب المصالح والمنافع أرجح فهو مشروع وما كان فيه مفاسد أو مضار فلا يشرع تعرف على الله في القرآن حيث ذكر شريعته حيث شرع أحكاما فيها تحقيق المصالح العباد ومنافعهم وفيها درء المفاسد عنهم وإبعادها للأضرار عنهم تعرف على الله في كتابه حيث ذكر في شريعته أحكاما كلها أحكاما كلها عدل وقصط واستقامة ورشد وهداية وهدي ورشاد فحيث كان الأدل والقصط فذاك شرع الله جل وعلا وثم شرع الله تعالى تعرف على الله في القرآن من خلال الشريعة التي شرعها التي شملت كل الناس الرجال والنساء والكبار والصغار والسالم الصحيح وما كان به نقص أو عيب أو إعاقة وتتكلم على أحكام المسلمين وأحكام الكافرين وأحكام الموافق والمخالف وأحكام السلم وأحكام الحرب وغير ذلك من الأحكام تتكلم على أحكام القريب والبعيد وما بينهما بل ذكرت أحكام الحي وأحكام الميت تتكلم على أحكام الأبدان وأحكام الأموال وما جمع بين ذلك تعرف على الله في القرآن حيث ذكر شريعته وذكر فيها كل يسر وسهولة وسماحة مع الجد والحزم حيث لا بد من الجد والحزم تعرف على الله عز وجل حيث ذكر في كتابه شريعته حيث شرأ كل ما يحفظ على الإنسان من كلياته وضررياته سواء ما تعلق بدينه أو بنفسه أو بعقله أو بماله أو بعرضه تعرف على الله جل وعلا وما ذكره في شريعته حيث شرأ فيها تزكية النفس وتطهيرها من كل دنس ورجس وفي هذه الشريعة عناية بالروح والقلب والنفس حيث إن النفس تخالط الدنيا والناس فيقع فيها ما يقع ما يدخل عليها الغم والهم وكثيرا من أنواع الكربات إذا تعاملت مع الناس فتجد في شريعة الله عز وجل ما يهذبها ويطهرها ويزكيها وترتفع به إلى الملكوت الأعلى والمقام الأسمى حيث تجد في هذه الشريعة أن النفس وبينما هي تخالط أمور الدنيا ومتائبها فيجد سجد عند ذلك ما هو مشروع من طهارة وصلاة وذكر واستغفار وتوبة وسماع رفياثان ودروس علم والتي شرعت عند الجماع المسلمين كالجمع والآياد وغير ذلك كل هذا مما يسم بالنفس ويطهرها ويخفف عنها مغبة تاعب الدنيا وما يجده المرء من خلال تعاملاته في هذه الدنيا كل هذا مما تعرف الله عز وجل به في كتابه وهو قد شرع لنا هذه الشريعة الغراء تعرف على الله عز وجل في كتابه حيث ذكر شريعته للإباد وما فيها من التيسير فتجد التخفيفة والتسهيلة والتيسير قال جل وعلا ما يريد الله عليكم من حرج وقال جل وعلا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وقال جل وعلا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر كل هذا ذكره تعالى في كتابه وشرعه لإهباده رحمة بهم وتعرف بذلك إلى خلقه حتى يعلم أنه جل وعلا هو اللطيف الخبير لطيف بهم خبر بهم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هذه الشريعة التي متى التفت إلى جانب من جوانبها وما سطر فيها مما جاء في كتاب الله وبيّنته السنة الصحيحة المطهرة حتى تجد ما يملأ عليك من الاعتراف والإقرار بأنها شريعة ربانية شريعة إلهية شريعة عامة شريعة شاملة شريعة عالجة النفس والبدن والأمور المادية والأمور الحسية والمعنوية شريعة جاءت لتحقيق مصالح العباد ومنافعهم على طول الدهر إلى أن يلث الله الأرض ومن عليها وجاءت لدفع المفاسد والمضار كل ذلك من الشريعة التي شرعها الله وجاء ذكرها في كتاب الله عز وجل تعرف الله عز وجل بها إلى خلقه فلنتعرف على الله تعالى في القرآن الكريم بما ذكر من أحكام شريعته العظيمة وفق الله جل وعلا الجميع لخير ما يحب ويرضى ونسأله تعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء وأن يؤمن البلاد وسائر بلاد المسلمين وأن يوفقنا للصيام والقيام إيمانا احتسابا والحمد لله رب العالمين